من القدس ينضم إلينا الآن مراسلة تلفزيون العربي أحمد جرادات أحمد أهلا بك معنا إسرائيليا أحمد ما الذي يقال عن ضربة الإسرائيلية المنتظرة إلى إيران والتي تدرس حاليا بين إسرائيل وأمريكا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لم يصدر أي بيان حتى هذه اللحظة يتحدث فيه عن تفاصيل المحادثة الهاتفية ما بين نتنياهو وبايدن واكتفى مكتب نتنياهو بإصدار بيان مقتضب عن بدء هذه المحادثة ولكن بعض التسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى عرض نتنياهو عدة خيارات وعدة سيناريوهات أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكنه لم يقل له بالنهاية القطة أو السيناريو الذي ستختار إسرائيل بشأن الضربة المرتقبة الليلة سيلتأم الكابنت الإسرائيلي في ساعات مساء هذا اليوم وذلك للمصادقة على الرد الإسرائيلي المرتقب والهجوم المرتقب على إيران وإسرائيل تحاول أن تبقي هذا الموضوع في إطار الغموض نوعا ما يتحدثون عن سيناريوهات عديدة من بينها ضرب منشآت نووية إيرانية ضرب مصافي النفط إيرانية والخيارات يرفضها الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض هذه الخيارات إضافة إلى ضرب مواقع عسكرية إيرانية أو استهداف منشآت تشير أو مباني للدولة الإيرانية في داخل إيران وعليه في هذه الفترة إدارة بايدن تحاول تجنب أو تحاول الضغط على إسرائيل لمنعها من ضرب منشآت نووية أو مصافي النفط وإبقاء الخيار وخيارات الرد في إطار المعسكرات الإيرانية والمواقع العسكرية التقليدية حتى هذه اللحظة هناك بعض التسريبات أشارت إلى أن المحادثة كانت في أجواء إيجابية ما بين نتنياهو وبايدن ولكن أحد الصحفيين المقربين من بن يمين نتنياهو يعمل في القناة الرابع عشر الإسرائيلية اليمينية أشار لأن بعد المحادثة الهاتفية ربما إسرائيل سترد لوحدها دون مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة أو مساعدة من دول معينة وإسرائيل عليها الرد بقوة على ما جرى والرد بشكل قوي ضد إيران الاعتقاد في إسرائيل بأن ردا قويا قد يؤدي بالنهاية إلى منع دخول إسرائيل في موجة الرد وانتظار الرد مع إيران وأيضا يرضى إيران عن تنفيذ عمليات وقصف في الأيام أو الأسبوع المقبلة بعد مرتين قصفت فيهما إيران إسرائيل المرة الأولى في نيسان والمرة الثانية في مطلع أكتوبر الحالي وفي المرة الثانية استخدمت إيران الصواريخ الباليستية التي اعتبرتها إسرائيل بأنها أصابت بعض الأهداف وأقرت بإصابتها لبعض المواقع العسكرية الإسرائيلية تحديدا قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي دون الإقرار بحدوث أضرار في هذه القواعد على عكس الصور التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية صور للأقمار الصناعية تظهر أضرارا في قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة بئر السبع أو حتى القاعدة الثانية التي استهدفت وهي تال نوف بالقرب من تل أبيب في إسرائيل هناك ترقب إلى الآن ليس واضحا بعد إن كانت نتنياهو سيوافق على زيارة جلانت التي أرجعها واشترط محادثة بايدن قبيل إرسال جلانت ولكن اليوم هناك اجتماع للكابنت وهذا الاجتماع سيركز فقط على الهجوم الإسرائيلي على إيران شكرا لك أحمد جرادات مرسل التلفزيون العربي كنت معنا من القدس